اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر كنت عملت الفيديو قبل كده زمان عن الاختناء اللي ممكن يحصل اثناء الاستحمام لما واحد ييجي ياخد دش بسخان غاز فممكن يحصل له اختناء بغاز اول اكسيد الكربون وممكن الموضوع ده لقدر الله يؤدي الى الوفاة وغاز اول اكسيد الكربون ده غاز ملوش لا طعم ولا لون ولا ريحة وبينتج من الاحتراق الغير كامل للمواد او الوقود العضوي يعني اي مادة عضوية بنزين غاز فحم اي حاجة عضوية بتحترق في مكان الاكسوجين فيه قليل بيحصل لها احتراق غير كامل وممكن ينتج عنها غاز اول اكسيد الكربون ده اللي هو غاز سام جدا وممكن يؤدي الى الوفاة والتسمم بالغاز ده اللي هو غاز اول اكسيد الكربون ممكن يحصل زي ما قلنا اثناء الاستحمام بسخان الغاز لفترات طويلة زي ما قلنا في الفيديو هناك تقدر تشوفه وهسيب لك الرابط بتاعه تحت او مثلا لو ناس بتشوي على فحم في مكان مغلق ممكن تلاقي ناس عاملة حفلة شاوي وبيشوي مثلا فراخ على الفحم في شقة مقفولة وتلاقي الناس كلها بدأت تصدع وبدأت ترجع كلهم مع بعض فده تسمم بغاز اول اكسيد الكربون او في الحرائق حريق في شقة مثلا او حريق في مصنع او الناس اللي بتشغل العربيات في الجراش في مكان مغلق او يشغلوا التكييف او مولدات الكهرباء اللي بتشتغل بالبنزين مثلا او بالجاز فانا عملت الفيديو اللي فات كان فيديو للناس كلها عشان نحذرهم من الموضوع ده وتقريبا في بداية كل شتة بنشره من جديد لكن قررت اعمل فيديو جديد بتفاصيل اكتر شوية وجزء خاص للاطباء ازاي بنتعامل مع الحالات دي في الطوارئ وما تنساش في البداية اعمل لي لايك للفيديو النقطة الاولى اللي حابب اوضحها هو ان لما نقول عيان حصل له تسمم بغاز اول اكسيد الكربون وهو بيستحمى بسخن الغاز مش معناها ان فيه تسريب غاز عنده في الشقة لو جبنا فني او سباك بعد كده يشوف الغاز هيقولك يا بيه الوصلات كلها سليمة احنا مش بنقول تسريب غاز احنا بنقول الغاز ده بيحترق في مكان سيء التهوية مفيش فيه اكسجين كتير فينتج غاز تاني اللي هو اول اكسيد الكربون اللي لا ليه طعم ولا لون ولا ريحة فاحنا مش نقصد الغاز الطبيعي او الغاز اللي في الانبوبة النقطة التانية هي ان لو انت دكتور وجالك في الاستقبال عيان انت شاكك انه عنده تسمم بغاز اول اكسيد الكربون طبعا التاريخ المرضي هيفيدك كتير يقولك مثلا كان بيستحمى وبعدين اغم عليه وها بيستحمى او كان مولع خشب ودخلوا معي الاوضة عشان يتدفع ونام وساب الخشب او ساب الفحم ده وهو مولع فبالتاريخ المرضي انت شاكك في تسمم باول اكسيد الكربون في الحالة دي تدي له اكسجين فورا ولا تعتمد على البالس اوكزومتري يعني الجهاز اللي بيقس الاكسجين ده هيديك ارايات طبيعية لانه مش بيفرق بين الهيموجلوبين اللي عليه اكسجين والهيموجلوبين اللي عليه اول اكسيد الكربون بنقول عليه في الوقت ده كاربوكسيليتد هيموجلوبين الجهاز ده البالس اوكزومتري ده مش هيفرق وهيديك ان الاكسجين طبيعي في العين ده على الرغم من انه عنده سيلولر هيبوكسية عنيفة يعني عنده نقص اكسجين على مستوى الخلايا بشكل عنيف فلو انت شاكك ادي اكسجين فورا زي ما هنقول في العلاج وما نعتمدش على البالس اوكزومتري لو جينا نتكلم عن اضرار غاز اول اكسيد الكربون فمبدئيا الغاز ده لما الانسان بيستنشقه ممكن يسبب ضرر او تلف في الرئة مباشرة النقطة التانية انه بيعبر الى الدم وبيرتبط بالهيموجلوبين وبالمناسبة هو ارتباطه بالهيموجلوبين اقوى حوالي 250 مرة من الاكسجين العادي فبالتالي بنفسه بقوة شديدة جدا جدا وبيسبب نقص اكسجين لاجهزة وخلايا كتير في الجسم خصوصا الجهاز العصب المركزي والقلب يعتبر دول اكتر جهازين بيتأثروا بسرعة بالتسمم باول اكسيد الكربون ولما نيجي نتكلم عن العلامات الاعراض العيان هيجيلك بايه او الكلينكالبكتشر بتاع العيان ده مبدئيا العيان ممكن يموت بدون ما يشعر باي اعراض تحذيرية ممكن العيان يجيلك بقوة يعني يجيلك في غيبوبة لكن في ناس تانية حظها احسن شوية ممكن يحسوا بصداع غثيان قيئ ممكن يحسوا بدوخة او دوار وممكن يحسوا بضعف عام في جسمهم وبالتالي ده بيبقى مؤشر لهم او انذار ان هم يخرجوا من المكان ده ويروحوا للمكان جيد التهوية ويروحوا للمستشفى في ناس تانية ممكن يجي لها شست بين او قلم في الصدر زي ما قلنا هو بيأثر على القلب وممكن يعمل اسكيميا او قصور في الدورة الدموية اللي رايحة للقلب كمان ممكن يعمل اريثميا او اختلال في ضربات القلب العيان يحصل له بلبتيشن ممكن واحد ضغطه ينخفض ممكن واحد تاني يبقى عنده ريتنا pueمرج او احمرار في عينه او مشاكل تانية في العين ممكن واحد يجي له انكونوتنانس يعمل حمام بول على نفسه ممكن واحد يحصل له بلايند نيس ممكن واحد يحصل له اتاكزيا يعني واحد يحصل له عامة او واحد يحصل له مشاكل في المشي حاجات زي كده لكن الاشهر هو الصداع والقيق والغسيان زي ما قلنا وكان فيه علامة كده بيقولوا عليها ويقصدوا بيها ان العيان بيبقى لونه احمر مزنهر كده يبقى جسمه احمر بس دي علامة نادرة جدا وغالبا بتشخص بعد الوفاة يعني في الحالات الشديدة وفيه مثلا كده بيقول لو جينا نتكلم على البروجنوزز بروجنوزز يعني تطور الحالة بتاع العيان العيان ده سكته هتروح فين هيخف ولا هيموت ولا يجرى له ايه مبدئيا ممكن عيان يجي لك المستشفى وهو ميت اصلا فده موضوع انت طبعا هتشتغل عليه سي بي آر وتدي له اكسجين بس نقصد ممكن يجي وهو في حالة وفاة ممكن عيان تاني يجي المستشفى وياخد علاجه ويتم شفاءه بالكامل ويخرج وهو كويس الحمد لله عيان تالت ممكن ييجي المستشفى ويتم علاجه بشكل كويس لكن تبقى اثار عصبية ممكن تستمر معاه مشاكل عصبية لفترات طويلة جدا وممكن تبقى مزمنة يعني ممكن عيان يبقى معاه اثار بعد كده عصبية زي ديمينشيا الجنون يعني مشاكل في التركيز والزكاء والحاجات دي ممكن عيان يبقى عنده مشاكل في الكلام عيان يحصل له اضطرابات نفسية عيان يحصل له اكتئاب عيان يحصل له عمى عيان يحصل له باركنسونز وهكذا مشاكل عصبية قد تستمر للفترات طويلة بسبب طبعا تأثير غاز اول اكسيد الكربون ده على المخ والاعصاب ودلوقتي بقى نتكلم عن الفحوصات اللي بنطلبها للعيان ده وفي ملحوظة كده ان احنا الفحوصات اللي انا هقولها دلوقتي مش بنطلبها لكل العيانين يعني في عيان جه بدري وحالته بسيطة وخد الاكسجين وبقى كويس وروح خلاص الموضوع تمام لكن التحاليل او الفحوصات اللي هقولها بتبقى على حسب شدة كل واحد وهو جاي يعني مش لازم كل اللي انا هقوله ده نعمله لكل مريض لكن مبدئيا اول تحليل اللي هنعمله هو قياس نسبة كربوكسليتد هوموجلوبين يعني الهوموجلوبين اللي مرتبط به غاز اول اكسيد الكربون وده ليه جهاز خاص او طريقة خاصة في المعمل سواء كانت العيانة ارتيريال او فينس عيانة شريانية او عيانة وريدية ولو طلعت النسبة من 3 ل 4% في الشخص اللي مش بيدخن يبقى معناها ان الراجل ده اتعرض لغاز اول اكسيد الكربون اما لو كان بيدخن فلازم تكون النسبة اكتر من 10% وده لان السجائر نفسها بتحتوي على غاز اول اكسيد الكربون وبتسبب زيادة غاز اول اكسيد الكربون في جسم المريض المدخن وزي ما قلنا ان غاز اول اكسيد الكربون ده غاز سام وبيسبب مشاكل عصبية فياريت محدش يدخن لان نسبة اول اكسيد الكربون في جسمكم بتكون عالية لكن لو النسبة طلعت اكتر من 20% فدي معناها significant intoxication يعني كمية كبيرة من غاز اول اكسيد الكربون وبرضو في ملحوظة ان احنا مش بنعتمد على نتيجة التحليل في التعامل مع الحالة ممكن عيان تبقى النسبة قليلة لكن الاعراض شديدة احنا بنهتم بالclinical اكتر حالة العيان ايه وزي ما قلنا البلس اوكزومتري هنا مش هيفدنا لانه مش بيفرق بين carboxylated hemoglobin يعني الهيموجلوبين اللي ماسك فيه اول اكسيد الكربون وبين الاكسي هيموجلوبين اللي هو هيموجلوبين ماسك فيه اوكسجين هو مش هيفرق فهيديك اراية طبيعية فمش بنعتمد عليه كمان حتى الابجي قياس الغازات الشريانية ده برضو مش هيفدنا لانه هيقرأ البي اي او هيقرأه طبيعي ومش هنقدر نعتمد عليه في الوقت ده لكن الابجي او تحليل غازات الدم الشريانية ممكن يفيدنا في حاجات تانية زي لو فيه اسيدوزيز مثلا واللي ممكن يحصل ونيجي هنا لنقطة ان البي اي او تو اللي هو البرشير بريشر اوف اكسجين بيكون طبيعي عشان كده المخ ما بياخدش انذار ان فيه نقص في الاكسجين فالعيان لو نايم وساب فحم مولع جنبه وبدأ يطلع غاز اول اكسيد الكربون والعيان ده بدأ جسمه يتسمم بغاز اول اكسيد الكربون فالمخ بيقرأ ان البي اي او تو كويس فمش بيصح العيان وبيتركه يموت في سلام عشان كده بيقول عليه برضو القاتل الصامت مش بيدي انذار للمريض عشان يصحى كمان من الفحوصات اللي ممكن نعملها تحليل سور الدم كاملة ممكن الالكتروليتس و جلوكوز احيانا بيبقى فيه هيبوكاليميا انخفاض نسبة البوتاسيوم احيانا يبقى فيه هيبرجليسميا زيادة نسبة السكر او الجلوكوز في الدم وده بيكون في الحالات الشديدة اكتر ممكن نقيس نسبة الليكتيت عشان لو فيه اسيدوزس بيجدبها زيادة في الحالات الشديدة برضو كمان ممكن نحتاج نقيس نسبة seeanide في الدم وده غاز برضو ممكن المريض يتسمم به مثلا لو فيه حريق في مصنع فممكن الناس تختنق بكذا غاز في نفس الوقت ممكن يطلع غاز اول اكسيد الكربون ويطلع سيانايد ويطلع غازات تانية فممكن الشخص يتسمم بكذا نوع فانت لو شاكك ان فيه تسمم بالسيانايد اعمل تحليل سيانايد ليفل ممكن نعمل وظائف كلا بيو ان كرياتينين وممكن نعمل كرياتين كينيز لان ممكن يحصل مع بعض الحالات حاجة اسمها اتروماتيك رابدوميوليسز اللي هو تكسير في العضلات واللي ممكن يأثر على وظائف الكلا ويعمل فشل كلاوي حاد او اكيوت كيدني انجري ممكن نحتاج نعمل العيان بي تي وبي تي تي وآي ان ار ممكن نحتاج نعمل العيان شست اكس ري اشعة عادية على الصدر في معظم الحالات بيبقى طبيعي ما فيهاش حاجة لكن في الحالات العنيفة ممكن نلاقي ممكن نلاقي ممكن نلاقي ممكن نلاقي وغيرها كمان بعد المرضى ممكن نحتاج نعمل لهم سي تي برين سي تي اشعة مقطعية على المخ طبعا لو كان العيان فيه مشكلة في الوعي بتاعه او عيان فكومة او عيان عنده مشاكل عصبية في الاطراف اي مشكلة عصبية من اللي احنا تكلمنا عليها ممكن نلاقي سريبرال اديمة ارتشاح على المخ ممكن نلاقي فوكالليجنس وغالبا بتبقى في البيزل جانجليا وممكن العيان يحتاج يعيد السي تي بعد كده للمتابعة وطبعا ده بيكون مع طبيب المخ والاعصاب كمان الرانين المغناطيسي او الام ار اي ده احسن واقوى بيوريك بتفاصيل اضاق من السي تي لكن غالبا غالبا بنحتاجه في المتابعة مش في التوارئ ودلوقتي نتكلم عن العلاج عيان جالك لاستقبال وانت شايف او شاكك او معك تاريخ مرضي انه ممكن يكون عنده تسمم بغاز او الاكسيدي الكربون هتتعامل معه ازاي اول حاجة اي عيان طوارئ خلاص حفزناها اي بي سي اي في لاين ايروي نشوف الايروي بتاعه مفتوح ولا بالع لسانه نعمل له هتلت تشينليفت ولا لا نركب له ايروي هل هو في كومة فيحتاج نركب له تيوب انتيوباشن عشان نحمل ايروي ولا الايروي كويس وتمام بريتينج بيتنفس كويس ولا لا سيركيوليشن في بلس ولا لا عشان العيان لو قرست نشتغل سي بي ار فورا وطبعا السي بي ار هنا لازم نحن نشغالين فيه لو كان العيان قرست لازم نحط العيان على اكسيجين 100% لانه السبب هنا الهايبوكسيا ونركب للعيان بتاعنا اي في لاين الكانيولا بتاعتك بعد كده العيان بتاعنا بنحطه على اكسيجين فورا ودي اهم نقطة في العلاج نحطه على اكسيجين باستخدام القناع اللي بنقول عليه بالعربي باجي بالمصر كده بنقول عليه باجي لكن اسمه اللي هو فيه سمامات وانا كنت عملت فيديو عن انواع المسكات او الاقناعة دي تقدر تشوفه عشان تعرف يعني ايه عشان ده بيدي 100% اكسيجين للمريض ولو نقدر في نفس اللحظة نسحب للعيان المعامل بتاعته ياريت عشان المعامل ممكن تتأثر شوية بعد كده بالاكسيجين اللي احنا بنديه لكن طبعا لا نؤخر اعطاء الاكسيجين باي حال من الاحوال الاكسيجين رقم واحد كمان ما نحركش المريض كتير عشان نقلل احتياج الانسجة بتاعته للاكسيجين نخلي المريض نايم ما نحركوش كتير الاكسيجين اللي احنا بنديه ده بتركيز 100% ده يقلل متوسط عمر او الهاف لايف بتاع الكربوكسيليتد هموجلوبين او الهموجلوبين اللي ماسك فيه اول اكسيد الكربون بدل اربع ساعات او اكتر بيقلله الى من 30 ل 90 دقيقة وطبعا دي حاجة كويسة عشان نقلل تأثير اول اكسيد الكربون على المخ وعن القلب لكن في بعض الحالات الشديدة بنحتاج هيبربرك اكسيجين ثيرابي اللي هو اكسيجين تحت ضغط عالي وهنتكلم عنه بعد شوية وده بيقلل متوسط عمر الكربوكسيليتد هموجلوبين الى من 15 ل 23 دقيقة فقط وده في الحالات الشديدة فاحنا بندي للمريض بتاعنا الاكسيجين اللي هو بتركيز 100% ده لحد العيان ما يبقى اسمتوماتيك ما عندوش اي اعراض وقياس الكربوكسيليتد هموجلوبين عنده يكون اقل من 10% بيستمر على الاكسيجين لحد كده وفي بعض الاطباء او بعض الاراء كد بتقول ان احنا ممكن نستخدم سي باب لهذا الغرض ان احنا نستخدم جهاز السي باب ده بتاع التنفس الصناعي نون انفيزيف بف اي او 100% لهذا الغرض وقالوا ان ممكن يدي نتائج افضل شوية لكن في العموم الشائع هو استخدام الاكسيجين 100% بالماسك اللي احنا قلنا عليه نون ربريثينج ماسك لكن زي ما قلنا في الحالات الشديدة هنحتاج العيان يتحول فورا عشان ياخد علاج اللي هو والعلاج بالاكسيجين تحت ضغط عالي ده مش موجود في كل مكان فلازم لو العيان حالته جديدة نتصل بالطوارئ ونسأل المكان الموجود فين وننسق معاه فورا عشان ننقل المريض بتاعنا اليه وطبعا المريض هيتنقل بالاكسيجين برضو مثلا على سبيل المثال في مصر الهايبر بارك اكسيجين ثيرابي موجود في جامعة عين شمس معهد الطيران مستشفى معهد ناصر المستشفى الجوي مستشفى العربي وغيرها وده بيبقى مكان فيه زي حجرة كده زجاجية بتكفي لشخص واحد واحيانا ممكن تبقى حجرة اكبر تكفي لأكتر من شخص بيتم فيها اعطاء الاكسيجين تحت ضغط عالي والاكسيجين تحت ضغط عالي ده بيستخدم لأسباب او لأمراض كتير جدا لكن من ضمنها التسمم باول اكسيدي الكربون اللي هو موضوع حلقتنا النهاردة طب مين هم العيانين اللي انا هحولهم عشان ياخدوا علاج هايبر بارك اكسيجين ثيرابي ده لو العيان طبعا عنده كومة العيان في غيبوبة مش راضي يفوق على الاكسيجين اللي انا بديه او اضطراب في الوعي عيان حصله اما اي جلطة في القلب او اسكيميك اي سي جي تشينجيس او حصله اريزميا زي الفي اف وعلى فكرة ده اكتر سبب تبعي القلب بيؤدي الى الوفاة هي الرجفان البطيني فلو حصل اي حاجة من الحاجات دي برضو العيان يتحول فورا بعد ما نتعامل معها طبعا لو حصل عيان حصله زي جلطة ايد ورجل مثلا ما تحركوش اي مشاكل زي كده او لو دكتور المخ والعصاب شا في الحالة ولقى ان في يعني عمل الفحوصات بتاعته او عمل بتاعه لقى في مشاكل عصبية فده برضو يتحول او لو من الاساس قيمة الكربوكسي هوموغلوبين التحليل اللي عملناه وطلع كان اكتر من اربعين في المية فالحالات دي اول ما يجي لك هتحطه على اكسجين مية في المية وتنسق فورا عشان تنقله لمكان في جلسة العلاج في بتكون حوالي من ساعة ونص لساعتين والمانع الوحيد ان احنا ما نجديش للعيان لو كان عنده يعني عنده تجمع هواء حول الرئة ولم يعالج ودلوقتي نقول شوية نقطة كده هامة للجميع العيان لو متحسنش على الهايبربرك اكسجين ثيرابي فيا اما هو جيم تأخر من الاساس يا اما هو معاه مشكلة تانية لازم ندور عليها بالاضافة للتسمم بغاز او الاكسيد الكربون زي ما قلنا مثلا لو متسمم بغاز سيانايد مثلا او يكون معاه اصابة حرارية او اي مشكلة تانية موجودة مع العيان كمان كل ما كانت الحالة سيئة فالعيان ده بيحتاج الى مونيترينج واي سي يو يتحجس عناية مركزة ويبقى تحت مراقبة القلب والدورة الدموية بشكل مستمر وقد نستدعي طبيب القلب عشان نعالج اي ارزميا موجودة او اي سيكيميك تشينجس موجودة وبرضو ممكن نستدعي طبيب المخ والاعصاب لو في مشكلة عصبية موجودة بجانب العلاج بالاكسجين يعني العيان لو عنده سيريبرال اديمة مثلا نعمل هيد ايليفيشن نرفع راسهم مايبقاش نايم فلات ممكن نديله منيتول وممكن نعمل مودرة هايبرفينتليشن كمان نقطة مهمة في العلاج ان لو فيه اسيدوزيس او حامضية منع الاجهاش بعنف لان علاج الاسيدوزيس في الوقت ده ليه تأثير سلبي وكمان تحسين الاكسجين لوحده ممكن يصلح الاسيدوزيس نقطة مهمة كمان ان لو واحده حامل فاحنا بنحولها مبكرا الى الهايبربرك اكسجين ثيرابي مش نستنى العلامات دي كلها لان غاز اول اكسيدو الكربون بيعبر الى الطفل الى البيبي الجنين في بطنها وممكن يسبب له مشاكل كبيرة قبل الام بفترات كبيرة فلو واحده حامل لازم نهتم بيها اكتر ونحولها مبكرا الى الهايبربرك اكسجين ثيرابي وما ننتظرش لحدوث كما او ان الليفل او مستوى الكربوكسيليت دهوموك يبقى اكتر من اربعين والحاجات دي نقطة مهمة كمان ان المريض بتاعنا لو بقى كويس لكن لسه فيه اثار عصبية فطبعا لازم يتابعها باستمرار مع طبيب المخ والاعصاب بتاعه وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة وعمل لايك وشير وشكرا لحضرتكم